من جبل الزيتون عاوز أتكلم عن ملكوت المسيح ملكوت المسيح هو لب وجوهر تعليم يسوع المسيح ما هو الملكوت أو معنى الملكوت بكل بساطة هو حكم الله فهذا الملكوت هو حكم نعمة الله في العالم ابتدأ هذا الملكوت في قدوم الرب يسوع المسيح والرسالة كانت توبه لأنه قد اقترب ملكوت السماوات هذا الملكوت هو اختبار وبركي عندما نتوج يسوع المسيح ربا ونقبله مخلصا على حياتنا فهو يملك على القلب والحياة والكيان عندها يبتدئ ملكوت الله في داخلنا سأل الفرسين في يوم من الأيام يسوع المسيح متى يأتي ملكوت الله قال يسوع المسيح ملكوت الله لا يأتي بمراقبة لا يأتي أو يقولون هنا أو هناك فاليهود قبل مجيء المسيح كانوا يتوقعون وكذا مسحاء كذبة أعلنوا عن أنفسهم أنهم مسحاء لكن أثبت عكس هذا الشيء قال يسوع المسيح ها إنا ملكوت الله داخلكم أي بكلمات أخرى ملكوت الله في وسطكم يسوع المسيح الملك يسوع المسيح الرب والمخلص موجود بين الناس وهذا الملكوت ليس ملكوت مدي ولا شيء خارجي ولا شيء ظاهري لكن هذا الملكوت اللي بيتكلم عنه يسوع المسيح هو ملكوت داخلي وملكوت روحي أيضا مثل ما ذكرت الملكوت كان توقع الجميع حتى نبوات العهد القديم تتكلم عن مجيء مملكة عن ملك مسية في المستقبل حتى دانيال وصف بنبوة بالتطقيق قال يقيم الرب مملكة لا تنقرد ستقوم إلى الأبد كان بيقصد عن ملكوت يسوع المسيح وعندما جاء الملاك جبرايل وبشر قال هذه العبارة سيملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية كلمات الملاك جبرايل في لوقة واحد قال يسوع المسيح لواحد من معلمي الشريعة هنا في القدس لنيقوديموس كان واحد من أعلى مجمع تشريعي مجمع السنهادريم قال له هذه العبارة إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله في إنجيل يحنى الإصحاح الثالث المشكلة أن اليهود لم يفهموا توقيت هذا الملكوت ولم يفهموا الهدف من هذا الملكوت ولم يقدروا أن يستوعبوا طبيعة هذا الملكوت ملكوت الله كان لهم توقعات معينة طبعا العهد القديم يتكلم عن مملكة السلام ومملكة البر لكنهم كانوا يؤمنون بمسيح الذي سيطيح الإمبراطورية الرومانية ويخلصهم من العبودية حتى في يوم من الأيام في منطقة الجليل عندما أشبع المسيح الآلاف من خمسة أرغفة وسمكتين قالوا خلاص وصلنا طالما عنا في مسيح بيشفي المرضى وبيشبع الجياع فنحن نريد مثل هذا الشخص ويقول البشير يحنى أرادوا أن يخطفوه ويتوجوه ملكا لكن المسيح اعتزل عنهم لأنه كان عندهم مفهوم سلبي ومفهوم خاطئ عن ربوبية وعن المسيح الملك عندهم توقعات حتى التلميذ من هذا الجبل من جبل الزيتون قالوا ليسوع المسيح يا رب متى ترد الملك إلى إسرائيل أجاب يسوع وقال لهم يعني ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود في أورشاليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض كانوا يتوقعوا طالما يسوع المسيح قام من الأموات وصنع ما صنع خلاص اللحظة أنه يبتدي المسيح في هذا الملكون لكن كان يقصد المسيح أن تلميذه والمؤمنين يستمروا بالبشارة بالكرازة حتى يمتد ملكوت الله إلى كل العالم وحتى كما يقول في سفر الرؤية صارت ممالك العالم للرب ومسيحه أو كما قال الرسول بولوس يوما ما أن كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض تعترف أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر